بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم قرآنية يسأل بعض الأخوة عن علاقة الدين بالعلم يرى البعض أن علاقة الدين بالعلم هي علاقة تنافر وتضاد وتجافي فالدين يدعو إلى الإيمان بأشياء غير علمية ولا يمكن إثباتها بوسائل العلم الحديثة فالدين هو مجموعة من المعتقدات الروحية المجردة والعلم عبارة عن حقاق علمية مادية ملموسة ولا توجد أي صلة بينهما فكلما كان الإنسان متعلما كان بعيدا عن الدين وكلما كان متدينا كان بعيدا عن العلم بينما يرى البعض الآخر أن العلم جزء من الدين وإن في القرآن الكريم كل العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض وكل تفاصيل النباتات والحيوانات ولمعرفة حقيقة الأمر لا بد من تعريف العلم أولا لمعرفة ما هو العلم هو معرفة الإنسان بالكون والكائنات من حوله واطلاعه على القوانين التي تعمل بها بمعنى أن الإنسان قد علم أن كل ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين يكون جزئة ماء وعلم أيضا أن للأرض هو الجذب نحو مركزها وهو لم يخلق هذا القوانين وإنما تعرف عليها فقط وعلم أنها تعمل بهذه الطريقة أما تعريف الدين فهو مجموعة الأفكار والسلوكيات التي تشرح رؤية الإنسان للحياة والكون بمعنى أن الدين يمثل فكرتنا عن هذه الحياة وعن دور الإنسان فيها وما سيجري على الإنسان بعد الممات ونسأل هنا ما علاقة الدين بالعلم؟ هل هي علاقة تضاد وتنافر؟ أم أنها تكامل؟ أم لا علاقة للعلم بالدين مطلقا؟ من خلال الآيات القرآنية الكريمة نجد أن الإسلام يحث على العلم والتعلم ويعتبره جزء من العبادة ووضع الكثير من التشويق للناس في طريق التعلم ورفض الجهل وحذر منه وامتدح العلم والعلماء في الكثير من نصوصه القرآنية والأحاديث النبوية ومنها بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلماء لا يتساوون مع غيرهم وفق المنطق القرآني من الناس ويتخذهم الله سبحانه وتعالى حج على الناس في إثبات وحدانية الله كما في الآية المباركة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم فكل الحوار والخطاب موجه إلى العلماء والمتعلمين ليزدادوا علما وفهما وتفكرا فيما حولهم من كائنات وفي أنفسهم فالمنطق والحجج والبراهين هي الإسلوب العام الذي يستخدمه الإسلام مع الناس في إثبات حقية الدين فدور الدين هو تكميل ما لا يستطيع العلم فعله ومساحته تختلف عن مساحات العلم الدين يعمل على الإنسان والإنسان يعمل على العلوم المادية الإسلام لم يطرح نفسه بديلا عن العلم أبدا فحث المسلمين على تعلم مختلف العلوم فمن يعجز في مجال الطب لا يسعفه إيمانه للشفاء من المرض وحتى في مجال نصرة الدين فإن الله سبحانه وتعالى لا يخرق القوانين الطبيعية والسنن لأي فعل إيجابي يقوم به المسلم وإنما عليه الاجتهاد والعمل اسمع هذه الآية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وقال أيضاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءُكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا الاستعداد والتبين يقع على عاتق المسلم الإسلام لا يريد أفراداً خاملين وإنما يحثهم على العمل والنشاط والتفكر الدائم فعلى الإنسان أن يسعى في مناكب الحياة ويجتهد في كل مجال من مجالاتها ومما تقدم يتبين لنا أن الدين والعلم يتكاملان مع بعضهما لصناعة الإنسان الهادف على هذه الأرض وكل منهما ينفع الآخر في حث الإنسان على اعتماد العلم والدين في حياته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين